السلام عليكم اعزائي تمنى تكونوا جميعا بخير بصحة جيدة ان شاء الله مرحبا بكم مرة اخرى عيدكم مبارك الكل وكل عام ان شاء الله تقبل الله منا ومنكم هناك عديد من الاسدقاء يعني ما حسنا الشرف وانا تغافرنا اما في انستغرام او فيسبوك او في المنصات الاخرى يعني اقتل حمل فرصة ونحييكم ونقولكم مبارك تقبل الله ومنا ومصالح الاعمال حبيت ندير واحد الفيديو سوف عندي بزاف ما ديتش هذا النوع من الفيديوهات يعني حبيت ندير هذا المقطع يعني اذا الصحة التعبير يعني مقطع بغاوش فيديو انه فيديو لازم تكون فيه الصوت والصورة بالطبع هذا مقطع صوتي حبيت نديره يعني بالشعر العبر اولا العبر كبو ناصر وفيه للمنتخب الوطني الجزائري لنحب المنتخب بتاعنا يعني مهما كانت الظروف يعني دائما دائما وراء المنتخب الوطني الجزائري وايضا يعني اقولها يعني انه دوكوشيجي في الفيديو ربما يجو انتقادات نحن مع المدرب الناخب الوطني الجزائري الجمال بالماضي ولكن ملاحظة ليس يعني ماناش مع الشخص جمال بالماضي مع الناخب الوطني الجزائري يعني يقدر يكون جمال محمد سامير يازيد مهما كان الاسم يعني يكون على رأس المنتخب الوطني الجزائري ويكون يخدم يعني خدمة قيار احنا يعني في وجهة ناظرنا يعني 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 غز الناظر على بعض الاخطاء ولا يعني ما عاودوش عن القصة يعني جمال بالماضي يعني قام بعمل يعني مجيد مع المنتخب جبنا كأس افريقية الامم 35 مبارد والانهزم يعني المنتخب وطن جزائري عاودت ولا تعمدوا هذه سمعتها يعني عالميا مشغل محليا مشغل افريقيا وعربيا عالميا يعني كانوا كأس صحف قادروا تشوفوا قادروا الاعلام كان مختلف يعني اعلامتها الجانب تكلموا على المنتخب الوطني الجزائري والناس يعني كانت معجبة بالاداء وكانوا الناس تحترم كثيرا للناخب الوطني الجزائري جمال بالماضي ولكن يا اخواني انا ضد الناس بديت بهذا الملاحظة انا ضد يعني واحد الظاهرة يعني اخيرا نشوفها التنتشر بقوة يعني في مواقع التواصل الاجتماعي في اليوتيوب في كين الناس كأنهم يعني الجمال بالماضي رجعوه تحم ولا رجعوه يعني مقدس يعني لي يتكلم على الجمال بالماضي ولا لي يعني ينتقد يعني العامل مشيء الشخص يشتفهمه يتهجم عليه يعني بوحدة طريقة سبحان الله يعني على بالك حياتي ما اشتهاش انا هذي قعف بلدان العالم عندهم يعني لعبين يحبوهم عندهم يعني يزون طيالين يحبوهم ولكن مشيء لهذا الدرجة لهذا الهيستيريا يعني وين الانسان ولي يحب ان نهضر على انسان يعني يكون في المجال تعالى الاعلام الرياضي ولا لاعب سابق ويعني يدير تعليق على بالماضي والاخطأ ولربما شوف تهجم والنس طيح سبحان الله بك مستحيل يعني تقول باللي هذي الناس على باديش هل لديهم يعني غارض اخر على باديش روكوا بالامواج هذي باش ندير البوز باش يعني نديروا كأنه مسابقة نتنافسوا على من يحب الجمال اكثر من الاخر شد واحد الظاهرة يا اصدقاء تكلم معنا على واحد الانسان واحد الشخص انا شخصيا نحكي يوه شخصيا انا نحكي على روحي يعني ككوني اول المناصر المتخبطة الجزائري يعني نحب اللاعبين الجزائريين مهما كانوا وايضا نلعبت كورة قادم يعني هذي الشخص ما نقدرش ما نحترموش يعني هو علي بن شيخ علي بن شيخ ربي يطول في عمره الباراكاره وشيخ ناره وانسان كبير متقدم في السن انسان كنت يجي تشوفه بلغ في البلاطو وقسيم بالله غير صافي بليزير يعني يعني ربما نختلف معاه يعني ربما عنده طريقة الخاصة في الكلام يعني هو روح من الجيل السابق النساني ما تنساش بلي احنا معظم المتابعين يا شباب وليشان هو روح ينتمي الى جيل اخر يعني ينتمي الى عالم اخر وان كان طريقة الكلام مختلفة وان كان طريقة يعني تشوف الاشياء طريقة مختلفة يعني ما يجوز لكش يعني نحكي قال هدو اليوتيوبر اللي ربي يهديهم وربي يسامحهم لي يعني يهضروا على علي بن شيخ بالاستهزاء يديروا عليه هدي فيديوهات باش يجلبوا مشاهدة وعلى بانهم لان هذا الموضوع حساس وليجان يحبو هكذا ليكلاش ويحبو زمان عبالك ديرولو مسكين صورة يعني سيئة هدو الناس بدأت على بك بيوتيوب واحد ولا زوج وبدأت مشاهدة مشاه فيروس مشاهدة رجعت قاعدة عامة رجعت بن شيخ لازم يعني نطيحوا عليها كي يتكلم اخوان يا ربي هديك مقسموا بالله انا والله غير ما عندي احتها ما عندي احتك ما يقول لك مصلحة ما علي بن شيخ انا قلت لك كجزائري اولا ثانيا كمناصف في مدخبطة الجزائري ثالثا لعبت كورتقادية في البيئات الصغرى وبحتارش الله غالب يعني هذا بن شيخ نحترمه ما نقدر ما نحترمه على حسب ميشوار دارو على حسب تاريك انسان متقدم في السن وزيد كجي تسمع موش يقول علي بن شيخ عنده طريقته الخاصة للتعبير لا غالب يحكي كما هو يحكي بنيته يحكي بطريقته موش يقول كلام يعني مقاش حاجة مذرة ولا او يعطي اراءه وبعض الاحالات الانتقاد التاعه عنده يعني كجي تحوس عنده منطق وكثير من المرات عودنا رحنا وولينا ورجعنا لكلامه ورجعنا لكلامه غير بعض الاقلية ما لتحبش تستعرف اخواني هذو لم يدروا لي فيديو على علي بن شيخ الله غيربي يحديكم وشوفه كان واحد العامل المشترك ما بين هذو الاشخاص لم يدروا فيديو واتعلى علي بن شيخ اخذوكم نقول لهم لكم كان واحد العامل المشترك يعني سبحان الله هو ماجهور قاعد يكرون شيء وضربه وحده العامل المشترك هو هذو الناس هم نفسهم اللي كانوا ينظلوا ويقولوا كان ادلة على قصامة وعلى تحكيم وإعادة المقابلة وفيها خيرخوتي خبر صادم خبر عاجل خبر عاجل سبحان الله هذو ما كامل حاليا وش هذو انشغلتهم هذو انطيحوا على بن شيخ وهدف الله غير راكم كبار صراحة انه راكم كبار انا اقول هو اكرر ليس لدي اي مصلحة مع علي بن شيخ لا من بعيد ولا من القارب وقيل ربما وقيل اشتو اختره ولا زوج في ملعب شفتو هكذا سما قدامي بساق انا شيء يعني نعرفه لا يعني انسان محترم نحترموك جزائري انسان متقدم في السن نحترموك اللي يروا باباك اللي يروا عمي الكبير هذا ما كان وانسان يعني يتكلم بطريقته باسلوبه وانسان عنده الحق يتكلم في كورة قادمة في مجال كورة قادمة كورة القادمة كترة من قرأتوما اليوتيوب ما عندكمش خمسة واحد بالمئة واحد بالمئة ما عندكمش من مشوورة علي بن شيخ يعني نحكيه في مجال كورة القادمة كترة من قرأتوما اليوتيوب ما عندكمش واحد بالمئة من المستوى تعالي بن شيخ كلاعب كورة قادمة كإنسان يعني يترعى في كورة القادمة يعني في فئات صغرى يعني في مولادة العصيمة يعني في فريق الجيش الشعب الوطني يعني يعني لعب كورة قادمة حياته كامل يعني هو من صلاحياته ومن حقه يتكلم على كورة القادمة وحتى أخطأ ما عليش لأنه هو وليد الميدان ميدان التاعو لكن انتوما ليكم تطيخين عليك ما عندكم حتى علاقة مع اليوتيوب نقولها لكم أنا بكل صراحة انتوما بزاف بزاف منكم مقسيم بالله قد نحلف أعطونا نتحداكم أعطونا صورة من صوركم كي كنتو صغار ديروا صورة في انستغرام وفيسبوك كي كنتو صغار ولعبتو كاتيجوري مع كاش فارق ما ليش نقول لك فارق من داجة الأولى ولا التانية ولكن بش نشوفوا بليع عندكم علاقة بكورة القادمة ولا الإعلام الرياضي معظموكم دخلتوا لليوتيوب إلا لركوب الأمواج فهمتوا بلي هذا اليوتيوب يجلب الانتباه ويجلب المشاهدات دورتوها كورة قادم وتعطونا أخبار في العديد من المرات لا صحتها لهم وقالوا أعطوني أمو خبر واحد خارج صحيح يحميكم تحكوا اعطوا كما تجريب هادوك عباس بوسي وروح شوف في فيديوه تيح مقدم عاجل محلس برشلونة فطاولة أوفيسيال ما كاش عوار إلى الجزائر ما كاش بالمادية وريح ما كاش حتى يخرجوا الأخبار الناس تسمع بها صحافي رسمي يهضرها باش يجو يعلقوا ولكن الأخبار الحصرية اللي جابوهم والو خاصة انسوق الانتقالات والو وزيد هذه القضية فيفا رسمي يعادت الماش أروح تشوف الأدلة أنا جبنا لكم ما كان والو هدو ما قادت تلقاهم شوفوا انت ولا أنا في متناويل الجميع تدخلوا لجوجل وتدري يعني أبحاث تبحاث تكتباك وتجيب المعلومات بوحدك وحد ما يكلم لا دليل لا أدلة يا أخوتي يكونوا عقلين انت تبنى لك تبنى لك واحد يدي يدي الرشوة يتفيل ماء قدم الناس ويتفيل ماء يتفيل ماء يتفيل ماء يتفيل ماء لا يتفيل ماء يا أدلة ولكن كانت أنشط هذا كلام منطيقي ربما عنده الحق ولكن المواظر ربما كان يتكلم بصفة عامة التي كان فيها رشوة وكان فيها يعني تلاعوبات وكولاسة في الأفريقية في الكاف وفي الفيفا بصفة عامة وربما تدخل في الجزائر كاميرو بصفة عمرو ما قال لكم بلي عندي هدلة فيديوهات كان لبعض الأطراف بعض هدولي يوتيوبر خروط خرطي ما كاش قعم على مستوى لا والو كوبي وش يسمع من يجي للسقم الناكده ويجبلك فيهم ما كاش حتى دالين هدرة خوية فارغة صيف أنا أقول لكم هدو ملامي يطقيو علي بن شيخ ربي يهديكم وربي يسامحكم علي بن شيخ إنسان محترم إنسان كبير في السن قدم وش قدم لفارق الوطن قدم للكورة الجزائرية عنده أسلوبه كان الناس يعجبهم كان الناس يفرحوك يسمعوك يشوفوه ربما ما عندوش دقة يعني في في الزناليز ولا ولكن هذا علي بن شيخ نحترموه مية بالمية وعنده الحقي يتكلم لأنه هو ولد كورة قدم ويسامحون الناس يغرطنا في حقهم الله ولكن ما استبعاد الناس ولكن شوف فأنا ما نقول لك صديق كل واحد عنده ضامير كل واحد عنده عقل ربي أكرمنا بالعقل باش يعني باش نفكروا عودوا وشوفوا فيديوه تحتهم من يبدأ شوف العاجل العاجل ودر مقارنة ما بين وش خرجه لك عاجل وما بين وش صراح صح وحجوب اللي 90% هذا ما كان خوتي بارك الله فيكم على الاستماع والتحية المنتخ الوطني الجزائري والتحية الجزائر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته